في ظل هجمات الاحتلال التركي المتواصلة على مناطق إقليم شمال وشرق سوريا والتي تستهدف المدنيين والبنى التحتية والخدمية بشكل ممنهج ندد أكل من مجلس سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية بتلك الهجمات واستهداف سبل عيش السكان مجلس سوريا الديمقراطية قال في بيان إن هجمات الاحتلال التركي عبر الطائرات المسيرة والحربية تستهدف مناطق حيوية وبنى تحتية في شمال وشرق سوريا وتهدف لترهيب المدنيين ومحاربتهم في لقمة عيشهم بذريعة حماية الأمن القومي منضداً باستمرار الاحتلال باتباع سياسات التهجير والتغيير الديمقرافي في المناطق المحتلة ما صدع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لإدانة هجمات الاحتلال ومحاسبة أنقرة ووضع حد لتدخلاتها المخالفة للأعراف والقانون الدولي وممارسة أخصى الضغوط لاحترام سيادة سوريا مطالباً الولايات المتحدة وروسيا بممارسة دورهما بحماية وتطبيق قواعد القانون الدولي والإنساني وعدم التساهل مع أطمع الاحتلال التركي وسياسات الابتزاز التي يمارسها على حد تعبير البيان من جانبها قالت قوات سوريا الديمقراطية في بيان إن هجمات الاحتلال التركي المستمرة منذ السبت على المنطقة تهدف إلى الترهيب والإبادة وتستهدف المدنيين والموارد الاقتصادية وسبول العيش مضيفاً أنما زاعم الاحتلال بمقتل عدد من مقاتليها في تلك الهجمات عارية عن الصحة ودعت قصد المدنيين في شمال وشرق سوريا لتنظيم أنفسهم وأظهار ردود فعال آنية منددة في الوقت نفسه بصمت قوات التحالف الدولي والقوى الضامنة لاتفاق يخفي إطلاق النار في المنطقة بدوره قال مدير المركز العالمي لقوات سوريا الديمقراطية فرهاد شامي في تصريحات لوكالة هاوار السورية إن الاحتلال يستغل الصمت من قبل التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي وروسيا لمواصلة استهداف المدنيين والبنى التحتية والمرافق الخدمية